إذن هناك الكثير من الكلام عن سبب تحايل إذا جازت تعبير متحور كورونا على اللقاحات التي أعطيت قبل هذا التحور الزميل طوني مزرعاني بحث في هذا الموضوع ولخص ما يقال عن ذلك إليك طوني محمد أهلا بك أول شيء الحمد لله على السلام الله يسلمك وقلت بركب يجب لنا معك شيء خبرية جديدة عن أمي كرون يعني جبت لك تفاعله أنه قد يكون بداية نهاية الجائحة صلى إن شاء الله إذن مشاهدين بعد تسجيل موقع في الإصابات بمتحور أمي كرون في عدة دول طلق فيها عدد كبير من الأشخاص اللقاحات دراسة جديدة لجامعة مني ستة الأمريكية كشفت عن سبب هروب المتحور الجديد من الأجسام المضادة فالمتحور بحسب الدراسة يحتوي على أعداد كبيرة من الطفرات الفريدة التي تسمح له بالتهرب من الأجسام المضادة الموجودة مسبقا في جسم الإنسان وهو ما يفسر ارتفاع معدل الإصابة به وتوصلت الدراسة إلى وجود حوالي ستة عشر أو ستة وأربعين طفرة داخل المتحور ثلاثة وعشرين منها كانت فريدة تماما ولم يتم تحديدها في أي من المتغيرات السابقة للفيروس ومن بين ستة وأربعين طفرة تم العثور عليها تم تحديد ثلاثين طفرة في بروتين S بينما تم تحديد الباقي في مكان آخر في خلية الفيروس وبعد تحديد الطفرات الفريدة الموجودة في متحور أوميكرون كشفت الدراسة أن طفرات معينة تخلق تداخلا في سطح الفيروس وهذا يمنع الأجسام المضادة من الارتباط به في حين أن البعض الآخر يؤدي إلى فقدان كامل للتفاعل بين الأجسام المضادة والفيروس مما يجعل الأجسام المضادة غير فعالة ضد الفيروس بدرجة عالية وكما يعرف أن الأجسام المضادة تسمح لجسم الإنسان بمحاربة الفيروسات التي تحاول الدخول إليه حيث ظن العلماء في وقت سابق من الجائحة أن الإصابة بالفيروس طبعا فيروس كورونا أو التطعيم ضده من شأنه أن يوفر أجسام المضادة كافية لمنع الإصابة مرة أخرى ولكن أثبت المتحور أوميكرون عكس ذلك تماما فيما أوضح الدراسة لجامعة ميسوري الأمريكية أن التحسين الموجود سواء كان من التطعيم أو العدوى السابقة قد لا يكون قادرا على توفير الحماية المثلة ضد متحور أوميكرون يعني صادمة هذه الدراسة محمد يعني تبقى دراساته إن شاء الله على الأقل دراسة كما قلت تنبئ وتبشر بأنه نحن على وشك الاقتراح من النهاية شكرا شكرا لك